المنظمة البحرية الدولية إحدى الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتأخذ على عاتقها العديد من المهام مثل تأمين عملية التجارة البحرية واستدامة مصادر المياه والحفاظ عليها من خطر التلوث إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية المزيد في سياق التقرير التالي حركة التجارة البحرية تعد عموداً رئيسياً في الاقتصاد العالمي ويشكل العمل البحري صناعة دولية مزدهرة لكونه يخدم 90% من تجارة العالم من حيث نقل البضائع والنشاطات التجارية البحرية الأخرى ولتنظيم حركة أسف بين مختلف دول العالم أنشئت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1948 لتضع سلسلة من القواعد والمعايير لتحكم في حركة النقل البحرية المهمة الرئيسية للمنظمة الأممية التي تضم في عضويتها 171 دولة هي سلامة العمل البحري وأمنه من خلال مراقبة وتطوير الاتفاقيات والسياسات الخاصة بصناعة النقل البحري في المجالات كافة كالقرصنة وتهريب المخدرات والسلاح معاهدة سلامة الأرواح في البحر هي أول معاهدة بحرية دولية أبرمت من قبل المنظمة واعتمدت في البداية من قبل عدد قليل من الدول كرد فعل إجرائي على كارثة سفنة تيتانيك الشهيرة كذلك ملف الهجرة غير شرعية لم يكن بمنع عن اهتمامات المنظمة حيث اشتركت مع مؤسسات دولية أخرى كمنظمة العمل الدولية في مكافحة تلك الظاهرة والحد منها المنظمة البحرية الدولية تلعب اليوم دوراً بالغة الأهمية في تقدم المجتمع المعاصر نحو بيئة تجارية أفضل وتلتزم بالعمل من خلال الدول الأعضاء فيها على تنفيذ لوائح العالمية لضمان الاستخدام الآمن للبحار والمحيطات